من محاكمة نظام رجالات النظام البوتفليقي الجلسة الأولى كانت جلسة ابتدائية سادها نوع من الدفوع التي أطرها الدفاع فيما يخص دفوع الشكلية حول مسألة الضم لأنه لماذا؟ واش رأى في هذه الجلسة في قضية درجة الأولى كنا نحن الدفاع تقلنا بطلب رفض طلب الضم جددنا هذا الطلب من قضية درجة الاستناف لماذا هذا الطلب تعرف طلب الضم؟ ماذا نضم أستاذ؟ فهم المواطن لأن الملفات لما كانت قرارة إحالة أمام حكام السيد محمد كانت ثلاث قرارات إحالة في ثلاث ملفات مختلفين أولا ملف تركيب السيارات المعروف في أحمد ويحيا وسلال كذلك وابن وزراء سابقين ملف ثاني هو ملف هو ملف الحملة الانتخابية تعبود فليقة ملف ثاني كذلك هو الحصول على امتيازات ثلاث ملفات قاضي درجة الأولى أمر الضم فيها أرتاق السلطة التقديرية تقول لي أنه كاين وحدة موضوع وحدة موضوع وحدة أطراف وحدة الواقع من أجل السيئة والتيالة المحاكمة نتوم ما في دفاع طالب بالضمن؟ طب لا بيرف طالب بالضمن لماذا؟ لأن الوحدة على الموضوع والأطراف غير كاملة في هذا الموضوع باعتبار أنه لو كان نرجع الحكم قاضي الدرجة الأولى نقوله أنه كاين غارة ما بالتضامن دفع 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 في هذه المحكمة للي تتابعها اليوم وشو الضرر في عدم الضم؟ الضرر في عدم الضم هو أنه كاين على متهمين ليست على لهم علاقة بميلف تمويل الحملة وتركيب السيارة نطرحه مثال بايري بايري يودان لكن الطرف المديني أو التعويض يلزم بالتعويض بالتضامن لأشخاص أو لأطراف أو لميلف ما كانش فيه وحدة الأطراف كذلك هناك تشكيك حولها وحدة الأطراف لأنه كاين المركز القانونية تبدل في ميلف نلقى وهمه متهم في ميلف يطلع شاهد وحدة الأطراف نحن كاين دفاع وحدة الأطراف وحدة الموضوع غير متوفرة نعم السلطة التقديرية تولي القاضي حول طلب الضم تأييده أمنا شفنا أنه أيده لكن وش نقول هذا الميلف حول هذه النقطة بالذات نحن كاين دفاع نعرف أنه المحكمة العليا هي محكمة قانون راح يروح للميلف المحكمة العليا وهذا شيء أكيد أنه راح يرجع راح يكلف الخاصين العمومية يعني المحكمة زي تعود مجلسينا نعم لأنه محكمة المحكمة العليا راح نحن كدفاع ما عش نحبس هنا راح نديره طعن على المحكمة العليا محكمة المحكمة العليا هي محكمة قانون المهمة تعمل مراعاية التطبيق السليم من قانون نحن نقول أستاذ وعلا تستبق الأحداث وانت جزء في الدفاع اسمعني وغضوة موكلك ولا موكلي اللي معك دول براءة نعم دول براءة الميلف لما يكون فيها طعن الميلف يطلع بها رماتها على مستوى المحكمة العليا يتم النظر فيه نحن لا نتكلم بحسب الموقع نحن نتكلم بقانون قبل ما يكونوا هي الدفاع نحن نستع قانون مهم منه هو التطبيق السليم للقانون لأنه هذا المتهمة حتما لدى 15-16 سنة راح يطعن راح يمارس حقه في الطعن الحق اللي يكفلوا القانون الميلف راح يروح برماته كذلك يروح من المجلس يطلع بناء على الطعن بالنقطة أمام قاضي قاضي المحكمة العليا المحكمة العليا هي محكمة قانون طبق أو طراعي التطبيق السليم للقانون حناكا هي الدفاع نقول أنه التطبيق السليم للقانون ما كيش في هذا الميلف نعود في النقطة الشكلية الإجرائية الشكلية حول مسألة الضم الآن السؤال لماذا تمسك القاضي بالضم أسمع منك الإجابة بعد اتصال هاتفي في موضوع آخر من وباء الأوطان إلى وباء الأبدان داء كورونا الذي يفتك بالعالم وكانت الجزائر لها نصيب من ذلك حيث سجلت الرعية أول مصاب الخامس بعد تسجيل إصابتين فتؤكد وزارة الصحة أن العدد وصل إلى خمسة باحتساب الرعية الإيطالي وأن هنا التحقيق الوبائي مستمر فتسجيل كذلك حالتين هي الآن على مستوى المتابعة في مستشفى القطار ومستشفى بوفريك إذن العدد نؤكد حسب وزارة الصحة يبقى دائماً خمس إصابات باحتساب الرعية الإيطالي وأن 22 حالة التي تم وضعها هي ليست إصابات وإنما حجر صحي ومتابعة صحية 22 يشتبه بهم مشاهدنا الكرام حتى نحيط بهذا الموضوع تنضم إلينا مفادة القناة أسماء بوتوتا إلى مستشفى بوفريك لموافتنا بجديد هذا الوباء وما هي الإحتياطات التي اتخذتها وزارة الصحة لتفادي انتقال هكذا وباء إليك الخط أسماء إذن أهلاً بك زميلة شريف أهلاً بكل متتبعي قناة البلاد إذن مشاهدنا الآن نحن في مستشفى بوفريك للأمراض المعضية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل حالتين إضافيتين تأكد إصابتهم بفيروس كورونا بولاية البوليدة تم الإعلان عنهما أول أمس الأحد وبذلك مشاهدنا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى خمسة حالة مؤكدة إضافة مع الرعي الإيطالي الذي رحل إلى بلد إذن مشاهدنا للتذكير فقط هنا في هذا المستشفى يوجد ثلاثة حالات وحالة أخرى تتوجد بمستشفى القطار بالجزائر العاصمة مشاهدين زميلي شريف ترجمة نانسي قنقر